طبعاً من ناحية تانية في بيانين طلعوا مع بعض خد بالك بيانين عشان برضو بتلاقي كثير جداً من عباقرة الهرتلة اللي على السوشيال ميديا وقالهة التخوين اللي موجودين أصنام العجوة اللي اتصنعت بعد 25 يناير للأسف اللي بيحاولوا يفصولوا الإخوان عن العنف وقالك داعش حاجة والإخوان حاجة والإرهاب حاجة ودي معارضة سلمية إلى آخره صدر بيانين وراء بعض مبارح بيان والنهاردة بيان مربوطين جداً بعد النهاردة ما سمي بداعش في سيناء أو داعش مصر أعلنت عن مسؤوليتها عن هذا الهجوم القذر الواقح المجرم على شهدائنا في العريش ده طبيعي طبعاً انتوا عارفين ويمكن حلقات بتاعت الدكتور عبد الرحيم علي كشفت إلى أي مدى هم كان نفسهم داعش دول بس يبعندوهم بعشر تلاف دولار يدفعوا عشر تلاف دولار لعدل حبارة فيطلعوا وراء عالم داعش ويبايع ابو بكر البغداد يعني لا قيمة له احنا عارفين الناس دي جاي منين ومين بيدفع لها ومين بيجيب لها الفلوس ومين بيعمل لها كل حاجة برح الرئيس سيسي مع عمر مع عمر أديب اتكلم حوالين هذه العمليات وازاي ان فيه عمليات بحجم الدور اللي قمنا به في عمليات الاستنزاف لان احنا بنواجه جيوش لها وكلاء على أراضينا عايزين يوسعوها بس الحمد لله كل ما يدور انتصارات تلو انتصارات بفضل الله تعالى لان الجيش المصر يستطيع دك المنطقة في عشر دقايق نخلص يعني الجيش يخلص كلام ده مش كلامي على فكرة كلام ناس فهمة جدا في العمليات العسكرية وعرفة كويس جدا المنطقة دي لو حرب حقيقية يعني دي تخلص في عشر دقايق لكن احنا جيشنا مش جيش قتل جيشنا مش جيش تشريد جيشنا مش جيش تآمر احنا جيشنا جيش حريص طول الوقت انتصر بقيمه بأخلاقه وبالعنصر البشر اللي جواه فاحنا كمان هننتصر بإذن الله في الوقت اللي هنقدم فينا موذج أخلاقي وقيمي للعالم كله في طريقة محاربة الإرهاب اللي من النوع ده لو بنقصف مدن ولا بتطلع طيرات تقصف البيوت تهدها على صحابها ولا بيكتشف مش عارف ايه فالناس بتروح السجن ولا بنكسر دريعة ولا بنهجر الناس بالقصف الطيران ولا الكلام الفاضي ده ده حريصين كل الحرص بمشهر الجراح على انهم يتولوا هذه العملية ببراعة وبقدرة وبانتصار بإذن الله وبأخلاق وبأخلاق وده مش موجود في ايه جيش في العالم اقسم بالله ليس انحيازا لجيش بلدي لكن والله العظيمة موجود في ايه حتة في العالم كله شفنا الجيوش حبيبي شفنا الامريكان عملوا ايه في العراق يا حبيبي مش دول بتعلحوا الانسان شفنا عملوا ايه في افغانستان كلمني كده كم جنازة وكم فرح اتقصفوا من الامريكان عن طريق الخطأ كلمني كلمني كده المدارس اللي وقعت والمستشفيات اللي وقعت وعربات الاسعاف اللي اتضربت في الافغانستان وفي العراق كلم اسرائيل محدش يتكلم كلنا عارفين بما فيهم الاسرائيل نفسهم ده جيش مجرم مجرم وايرهابي فده كلنا عارفين لكن انا بكلمك الامريكان هوا كله عمل ايه الفرنسويين عملوا ايه في ليبيا الفرنسويين عملوا ايه في ليبيا وتحلفوا مع مين وضربوا ايه وضربوا اي مناطق فيعني ايه ما حدش يهزر في الموضوع في حاجات تخلص بسرعة لكن لأننا نريد أن نقدم قيمة حقيقية ونريد أن نقدم مثل حقيقي في طريقة مكافحة الإرهاب بدقة وبحكمة وحفاظا على الأرض وحفاظا على الناس ليش نكام ممكن يخلص لكن ربنا سبحانه وتعالى يعني يثبت قلوبهم على هذا المبدأ الأخلاقي الحكيم اللي هم مشين عليه لأنهم رجالة بجد لو فقدوا أعصابهم مثلا أو حد فيهم قال لا مش هينفح كده خلص كان بقينا في منطقة تانية لكن هما عندهم دراية ووعي كبير هذا الجيش العظيم جيش مصر